أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تنصيقه مع وزيري المالية وتضامن الاجتماعي بهدف أعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية على أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع النسب التضخم وذلك حرصان على صالح المواطنين وقال رئيس الوزراء أن القرارات تعكس حرص الرئيس عبدالفتح السيسي الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي والسعي لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين في ظل الأثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية راهنة وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء المخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتين الحيوان والأرمان والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتغطية والتنمية العمرانية ترجمة نانسي قنقر